يتدربون على العصف في غرفة نوم ككل الموسيقيين الطموحين في العالم لكن بفضل الإنترنت نال هؤلاء نصيباً وافراً من الشهرة يسمون أنفسهم بيجارات أو الفرق الوقحة وأغانيهم الجريئة التي تسخر سخرية لاذعة من المؤسسة العسكرية القوية في باكستان لاقت رواجاً هائلاً على الإنترنت لكن فيلماً أمريكياً اعتبر مسيئاً للإسلام في باكستان تسبب في حضر موقع يوتوب ومنذ ذلك الوقت بات من الصعب عليهم نشر أعمالهم إذا كان هناك كتاب قذر في مكتبة ما فإنك لا تغلق المكتبة كلها نعم يمكنهم تطبيق نوع من أنواع الحضر وإصدار تحذيرات لكن التقييد والحضر التامين لكل ما يستطيع الناس الوصول إليه شيء لا يتوقع المرء أن يستمر سنة كاملة الفيلم الذي تسبب في حضر يوتوب في باكستان اسمه براءة المسلمين وقد سبب موجة سخط في العالم الإسلامي العام الماضي في باكستان كانت هناك احتجاجات عنيفة لكن عكس بقية بلدان العالم الإسلامي قررت السلطات هنا حضر يوتوب كلية وها هو وزير الداخلية الباكستاني السابق يعترف الآن بأن الضغط الذي مارسته جهات في المجتمع هو السبب في أن الحضر لم يرفع بعد العناصر المتدينة تقف تماما ضد رفع الحضر من البديهي أن الحكومة وهي في حالة حرب لا تريد التسبب في مشكلة أخرى تجعل الناس ينزلون إلى الشارع احتجاجا على رفع الحضر عن يوتيوب عندما تحاول زيارة موقع يوتيوب في باكستان تحصل على هذه الرسالة الموقع الذي تحاول الوصول إليه يتضمن مواد محظور مشاهدتها في باكستان توجد طرق للالتفاف على الحضر لكن هناك قلق من السهولة التي يمكن بها في باكستان حجب المعلومة وتساؤل عن طول فترة هذا الحضر طالما توددت السلطات الباكستانية إلى اليمين المتدين وقصة حضر يوتيوب مثال آخر على هذه العلاقة التي لا يبدو أنها ستتغير قريبا أما الباكستانيون الذين يناظلون من أجل حرية الإعلام فيبدو أن معاركهم في هذا الطريق الوعر لن تكون قليلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر